والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة الأخبار الاقتصادية لدى دينا شرفت فدلي دينا شكرا لك إيمان شكرا لك صحر والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التقليص الدعم التمويني تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وشدد المركز على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاص بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاتثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيها ويستفيد بها 10 مليون ونصف المليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل أكد وزير البطرور طريق المل أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التواسع وزيادة خطوط الانتاج وقدرات تصنيع المضخات محليا في ظل الفرص المتاحة بقطع البطرول والغازة وتنامي مشروعات القطع وأنشطته جاء ذلك خلال اللقاء وزير البطرول مع رئيس إحدى شركات الألمانية في مجال صناعة المضخات لبحث سبو الدعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلي للمضخات من خلال شراكة القائمة بين قطع البطرول والشركة في مصنع المصرية الألمانية للمضخات بالسويس أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصانع رمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صنعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائد إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشاعة الضر وكذلك توفير خمسة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنى التحتية الحيوية جذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصانع رمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم وستعرض التقرير أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع رمال السوداء في مصر وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية أجنبية ووسط تدولات مرتفعة وارتفع رأس المال السوقي 6 فاطل 8 من 10 مليار جنيه لغلق عند مستوى 828 مليار و 572 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجيك تيرتي عند مستوى 12449 نقطة واغلق عند 12622 نقطة مرتفعا بنسبة 1.39% كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيك تيرتي عند مستوى 2397 نقطة واغلق عند 2406 نقاط مرتفعا بنسبة 36 من 100% وفتح مؤشر إيجيك تيرتي عند مستوى 3484 نقطة واغلق عند 3503 نقاط مرتفعا بنسبة 56 من 100% وإلى أسواق العملات حيث تبينت أصعى العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل أدرال أمريكي 24 جنيه و 48 قرشا للشراء و 24 جنيه و 55 قرشا للبيع كما سجل اليورو 25 جنيه و 12 قرشا للشراء و 25 جنيه و 21 قرشا للبيع الجنيه الاستريني سجل 29 جنيه و 7 قروش للشراء و 29 جنيه و 16 قرشا للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيه و 66 قرشا للشراء و 6 جنيه و 68 قرشا للبيع وأخيرا الريال أسعودي سجل 6 جنيه و 51 قرشا للشراء و 6 جنيه و 53 قرشا للبيع وإلى أسواق المعادن النفيسة ارتفع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1745 دولارا للأوقية و محليا سجل عيار 18 نحو 1130 جنيا في حين سجل عيار 21 330 جنيا عيار 24 سجل 1520 جنيا و وصل الجنيه الذهب إلى 10640 جنيا اختتمت أسواق الأسهم في الخليجة دولات على التباين و أنهى المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر استمرت 3 جلسات بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد نفي المملكة وجود محادثات لزيادة الإنتاج وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 3 من 10 بالمئة سهم بالم سهم عملاق النفط أرامكوت 9 من 10 بالمئة في المقابلة هبط مؤشر قطر رئيسي بنسبة 2 من 10 بالمئة ليواصل تسجيل الخسائر للجلسة التادسة على التوالي وفي دبي هبط المؤشر الرئيسي 3 من 10 بالمئة كما انخفض المؤشر الرئيسي في أبوظبي 1 من 10 بالمئة ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى أيمان وصحر إليكم شكرا لكيدين الشرف